الشرط الرابع من شروط الصلاة النية النية محلها القلب التلفظ بها بدعة ضلالة مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته قال له اذا قمت الى الصلاة فاسبق الوضع فكبر لم يقل له قل اللهم من نويته هذا كس شاقه من غلط كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتويه چكل دي اودات سكون وبيا تكبيره كمان زتا ودريغا داي ورتا ونولش دا اوداتنا رستو تنيات بجاوبان دي وايا وبيا ودريغا تكبيره نعم بعض الناس التوضع في بيته واته يكبر الله اكبر يصلي لا يلزم ان تكون النية مع تكبيرة الاحرام توضع ونوى فرض هذي الصلاة فالصلاة صحيحة زيني خلق كوركي اودسكي او رازيه بمونبان اودريغي تكبيركي دا زروري نداج نياد دي خام خاد تكبير تحني مسر اول شي بلكي جاكلا دا اودس وكاو نياد دا اودس وكاو دا غدر لكافيذي الشرط الخامس رفع الحدث لابد ان يصلي على وضوء او على اقتصال بنظام الشرط اغداده باودسي اغبا ختمي لازم يخبر داش يابا اودس بان دي منزوكي او يا غسلكي نعم لو خرج منه ريح او مثلا بال ولم يتوضع وصلى الصلاة باطلة كشرط دا غينا هوا اوتا او يا اودس ماتشون او دا غيبان زيتا اودريغ دي منزو باطل دي صلى بعد ان خرج منه ريح او بعد ان خرج منه مني ولم يقتسل فالصلاة باطلة منزوكي رستا يدينا كماني اوتا الغسل انه كده منزو باطل دي نعم الشرط السادس من شروط الصلاة شبقم الشرط دا منزو شرطوننا ازالة النجاسة لابد ان يزيل النجاسة عن ثلاثة اشياء دا النجاسات ختمة وليه ضروري خبرنا نجاسات دا دريش ايونا ختمكي عن البدن دا بدن والثوب دا كبرين والمكان اللي يصلي فيه او كم زيكي مونز كي دا غينا فلو صلى واكتشف بعض الصلاة انه على ثوب نجاسة وكان لا يدري عنها فالصلاة صحيحة ولا اعادة علي كشرط منزوكا ودا غينا رستو ورتبطة اولا كذا كبرو بان دا نجاستو لیکن اذا علم بوجود النجاسة وقدر على ازالتها وصلا بها فالصلاة باطل والله اعلم او كشرط آغا پده بانده قادر وشدان نجاست لره كاو علمو پده بانده وبای منزوكا ندا منزو باطل ده